جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم هل صحيح أنه عند النوم يستحسن للإنسان أن يقرأ بعض آيات من القرآن الكريم ويدعو ببعض الأدعية أو ما هو توجيهكم جزاكم الله خيرا عندما يريد الإنسان النوم فإنه يقرأ ما أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ آية الكرسي ويقرأ بعدها سورة الإخلاص وسورتي المعوذتين ويقول بعدها الدعاء الوارد اللهم إني وضعت الجنبي إليك وأسلمت نفسي إليك ووجهت وجني إليك طغبة وآفتني إليك لا لجا ولا من جا ولا منتج منك إلا إليك آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت ويجعل هذا الدعاء آخر ما يقول كما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم هذا الذي ورد عند النوم وأخبر صلى الله عليه وسلم أن من قرأ آية الكرسي عند نومه فإنه لا يزال عليه إن الله حافظ ولا يقربه الشيطان حتى يصلح نام